أزمة مالية حادة تواجه محافظة بابل نتيجة عدم توفر الأموال المشاريع توقفت فيما أعلن عن خلو رصيد المحافظة المالية الأمر الذي أدى إلى اعتراض الحكومة المحلية على الإجراءات المركزية التي تسببت بإفلاسها نحن حاليا ما عندنا أموال ندين بها ونشغل بها مشاريعنا الحالية أطلب 283 مليار يجيني 31 مليار فأنت تشوف شو رح تقسمها الـ 31 مليار هذه بالنسبة تقريبا 15% حاليا من موازنتنا وصلتنا فقط و85% لم ترد هذه الموازنة نسبة إنجاز المشاريع لهذا العام بلغت 0% جميع المشاريع توقفت ومنها الطرق والجسور والمجمعات السكنية التي قد بنيت على النصف وبقت على حالها إفلاس المحافظة وزع بصورة عادلة على جميع الأقضية والنواحي الجسور متوقف لسبب الأزمة المالية يعني الجسر الموجود في مركز محافظة بابل مجسر الأوم هذا مجسر عبارة عن طابقين الجسر العالي وصلنا بمرحلة جيدة ولكن توقفنا الشركة تطلب أموال والصرف مالتها وصل إلى 900 مليون يعني ما استلمتها تقريبا بالفترة الأخيرة لا يعني فتش بحاجة إلى مليار أو مليارين هل توجد هناك رؤية أنه هذا المشاريع إذا ما تتوقفه وهذا عبارة عن هدر هل الدولة عاجزة تماما عن تجهيز أي محافظة بمليار أو مليارين كل المشاريع ما توقفه الآن حاليا وهذا أذف الشيء خطير يوجد لدينا خمسة مشاريع توقفها بسبب الوضع المالي حيث تم تشكيل لجان من قبل ديوان المحافظة وتم إجراء ذرعة واقع حال لكافة الشركات المنفذة والآن الموضوع مطروح أمام أنظار اللجنة المركزية لغرض تصفية الحساب فيما أكد مسؤولون محليون أن الأزمة المالية والتقشف الذي يمر بالبلد كان الخاسر الأكبر فيه محافظة بابل لأسباب تتعلق بسوء توزيع الأموال على المحافظات وملفات الفساد الكبرى في الوزارات العراقية وأخيرا أعلنت الحكومة المحلية في بابل عن عجزها المالي وفرغت خزينة المحافظة من الأموال ناهيك عن توقف المئات من المشاريع هنا يعزى السبب إلى الوضع المالي الحالي في العراق وبالتالي المتضرر الأكبر هم مواطن المحافظة أحمد عماد قناة بلادي محافظة بابل ترجمة نانسي قنقر